اشتركوا في القناة وتعقيم محيط الكنيس الكنيسة كانت شهدت حدث مأسوي في اوائل ابريل الماضي اثناء قداس عيد الغطاس راح ضحيته العشرات لكن اليوم اجراءات امنية غير مسبوقة غرفة عمليات مشكلة من قبل السيد مجير امن الاسكندرية سيادة اللواء مصطفى النمر بالتنسيق مع اجهزة التنفيذية بيئة المحافظة وايضا القيادة المنطقة الشمالية ممثلة في القوات المسلحة بيتم تعقيم تلك الاماكن من خلال عدد من البوابات الالكترونية اكتر من بوابة بوابة بتبعد مترين كما تظهر في الصورة عن البوابة الرئيسية للكنيسة بيتم من خلالها التحقق من شخصية الوافدين من خلال بطاقات الرقم القومي وايضا تتاكد من وجود موبايل او معادن معاهم في بوابة اخرى على باب الكنيسة وايضا جوه موجودة الشرطة النسائية الكنيسة بدأت الزينات فيها من ساعات الصباح الاولى مزينة لصور الشهداء اللي حيقام قداس خاص لاحياء ذكرهم ايضا على بعض خطوات من تلك الكنيسة في سيدي بشر حيقام اليوم قداس عيد الميلاد في الذكرى السابعة لضحايا كنيسة القدسين بمنطقة سيدي بشر ايضا مدرية السحب الاسكندرية استعدت من خلال تواجد عدد من سيارات الاسعاف في نقاط تمركز متعددة في انحاء الاسكندرية كلها الامور كلها بتدار من خلال غرفة عمليات نتمنى ان يمر اليوم بسلام موسيقى